وفي مؤتمر صحفي المشترك لوزير الخارجي يسامح شكري ونزرائه من الأردن وفرنسا وألمانيا عقب اجتماعي صيغة ميونيخ للسلام دعا وزير الخارجي المجتمع الدولي للتدخل لوقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية وأؤكد أن الجهود المصرية المستمرة في هذا الصدد بما في ذلك في سياق الأحداث الأخيرة بخطاع غزة سواء مع طرفها النزاع أو المجتمع الدولي من أجل التهدئة وسعيا لاستئناف العملية السياسية هذا ورغم ما نبذله من جهود مدنية إلا أن تلك الجهود ما زالت لم تؤتي في مراها ونتائجها المرجوة وعلى دوق ما سبق فإنني أدعو المجتمع الدولي والدول الفاعلة والرعية لعملية السلام للتدخل لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وما تتعرض له قضيته من تراجع في الاهتمام من قبل الأطراف المؤثرة والعمل بشكل جاب على وقف الإجراءات الأحدية الإسرائيلية التي تهدف للقضاء على مستقبل الدولة الفلسطينية وحل الدولتين